الصف الثاني من المرحلة الثانوية مع الحلقة التانية من التريج السنة دي والدرس النهاردة ان شاء الله بعنوان كوزاين رول يلا نبدأ احنا الحلقة اللي فاتت شرحنا الساين رول وان شاء الله النهاردة حنكمل مع الدرس التاني في التريج ده كوزاين رول بيقول ايه الرول ده ان اي تريانجل اي بي سي رسمنا التريانجل دايما بقول الالوان لها دلالة عندنا الرول بتقول اي سكوار احنا عرفنا من الدرس اللي فات في الساين رول ان اي سمول بترمز الى بي سي ايكوالز بي سكوار بلس سي سكوار مينس تو بي سي كوزاين ايه حنتمرن على ده كويس حنفهموا لدرجة الحفظ لو انا قلت ان الا والبي والسي حافظ دايما على ترتيبهم سيركولر بالترتيب اي بي سي فتعالوا نشوف هنا كده اي بي سي وبعدين من الريت هند سايد بعد علامة ايكوال بي سي ايه الترتيب ده هيكون دائما لاني لاحظوا ان انا عشان اطبق الكوزاين رول عندي سري سايدز فمش بس هنبدأ بالاي ده احنا مرة نبدأ بالاي ومرة هنبدأ بالبي ومرة هنبدأ بالسي عشان كده الالوان والسيركولر روتيشن ده حيرتب لي ازاي ابقى فاهم وحافظ كمان لما استنتج الكوزين اي من الرول الاولاني يبقى كوزين اي اي كوال بي سكوير بلس سي سكوير مينس اي سكوير على تو بي سي لاحظ في الرسمة هنا البي باللون الازرق سمول وكابتل والسي باللون الاحمر كابتل وسمول والاي باللون الاسود كابتل وسمول دول محافظين عليهم احنا دايما طول الرولز ما بندرسها لسه لحد ما نحفظها يبقى حكرر تاني بقى اي سكوير اي كوال بي سكوير بلس سي سكوير مينس تو بي سي كوزين اي واللي زياها بقى مفروض نبدأ نفهم ازاي نجيب البي سكوير حبدأ بنفس الترتيب حقول بي سكوير اي كوال نشوفها كده بي سكوير اي كوال سي سكوير بلس اي سكوير مينس تو سي اي كوزين بي طيب سي سكوير اللي باللون الاحمر كده 3 سايدز عرفت اجيبهم ازاي بان ابدأ باي ممكن ابدأ ببي ممكن ابدأ بسي ممكن طب الكوزاين بقى لو انا عايز اجيب الانجل نفسها 3 تايمز برضو 3 مرات كوزاين ايه كوزاين بي كوزاين سي قلتلكم كل حاجة تساعدكم على حفظ الرولز ديت وما يبقاش فيه اي لابس ولا ارتباك ونقدر نطبق حسب المسألة ما هتكون الحاجة لانه رول هنحتاج لانه رول من دول ان شاء الله هنعرف نطبق تعالوا نشوف البروف بتاع الكوزاين رول انا هرسم التريانجل A B C وعايز اثبت زي ما انتوا شايفين الرول اللي قدامي ده اول حاجة هعملها ان انا هحط المساميات اللي احنا اتفقنا عليها من الساين رول الدرس بتاع الحلقة اللي فاتت A small يعني B C وهو السايد او وكذلك B small و C small draw C D perpendicular to A B حرسم من C perpendicular على A B بالشكل ده وبعدين وبعدين ال C small دلوقتي عشان point D جات في النص فانا حبيت اوضح ان C اللي هي من A لل B طبعا اقدر اقول ان B C square في التريانجل B D C لما انطبق بيثاغوراس يبقى B C square equals C D square plus B D square يعني لو جيت بقى اشيل B C دي وحط مكانها A small يبقى بدل B C A square طبعا عندنا C D square حاسبها زي ما هي plus B D ده هعملو substitution B D عبارة عن ايه B D عبارة عن C minus A D شلت ال B D وحطت C minus A D طبعا اقدر اعمل expansion للبراكت ده افكه يبقى هيكون بالشكل ده سيلة D square هتنسل زي ما هي first square طريقة ان انا اعمل expansion لاي bracket of two terms first square الاشارة بتاع الميدل term first time second time is two وبعدين second square ده اللي انا عملته طبعا لو لاحزنا the two terms اللي انا عملت عليهم focus دول C D square نشوفها على الرسم C D square plus A D square طالله ده ما هو ده بB squared لما اقول تاني C D squared plus A D squared هو ده الB squared لذلك لو عملت اعادة للترتيب بس جبت بس جبت two sides دول او two terms دول جنب بعض و C squared minus 2 A 2 C A D 2 C times A دي سبتها زي ما هي ال two sides دول من بيثاغوراس اقدر اشيلهم طبعا قبل ده عايز اشوف الكوزين ايه اجيبها ازاي ما هو فيه في الرول كوزين ايه لو انا بسيت لانجل ايه هنا الكوزين هيكون adjacent يعني A D على هيبوتنس يعني B small اقدر اعمل كروسمالتبليكيش انا جيبي الB لواحدها هتساوي لو حبيت اجيب دلوقتي A D هيساوي B كوزين A وطبعا احنا عندنا لسه قيلين ان C D square plus A D square بيساوي B square كل اللي انا هعمله دلوقتي substitution شوفوا انا عملت A square equal هشيل دول بصوا كده C D square plus A D square اللي هيحصل معهم هيتشالوا تحط مكانهم B square اللي انا عمل لها هنا substitution بتاعها طب ودول كده ما هو انا هشيل دلوقتي A D وحط مكانه B كوزين A لو شلت A D حطيت مكانه B كوزين A بصوا اللي هيحصل كده الرول بالزبط اسبتها وتعالوا نخش على بصوا مكانه بناتي وولادي المفروض نحدد ايه هي وحاجبها ازاي طبعا طبعا عندنا مين اصغر صايد هنا انا عندي ايه بفايف بي سيفن سي سيكس يبقى اصغر صايد هو ايه ولذلك انا حبدأ المفروض الرول اللي هستخدمه هو ها ايوها عايز اسمع كوزاين ايه لما اقول كوزاين ايه حسب ما احنا لسه واخدين بي سكوير بلاس سي سكوير مينس اسكوير على توب بي سي هتلاقي اي و بي و سي و بي و سي كلهم موجودين في الاكزامبل مديني الاطوال دي كلها طبعا اقدر اعمل الحسبة ديت بالكالكوليتر هتطلع 0.714 وبعدين لما اعمل شفت كوزاين يعني انا عندي كوزاين ايه بالديسمل ده عايز اجيب الانجل نفسها اكتب شفت كوزاين انصر هتطلع لي الانجل اللي قدامنا طبعا اكزامبل ساهل جدا تطبيق مباشر للكوزاين رول في الكيس التانية بتاعته اللي هي الكوزاين لما حب اجيب الانجل طيب احنا متعودين دايما الابلكيشن بيكون شبه الاكزامبل مع اختلاف في الارقام عشان الطالب يقدر يحل وهو بيقلد كخطوة اولى بعد شوية هنديله اكزامبلز يفكر فيها يعني خطوتين معايا ان شاء الله نحاول نجتازهم يبقى الطالب كويس جدا في الماث الخطوة الاولى الاكزامبل اللي بياخد زيه بالزبط ابليكيشن والخطوة التانية اللي هي اكزامبل او في فكرة جديدة هو يفكر فيها find the measure of the greatest angle مرة smallest مرة greatest نفس الفكرة الgreatest angle اللي هتقابل greatest side يعني انا دلوقتي قدام انجل c اكبر side زي ما انتم شايفين هو c small لذلك انا حبدأ بكوزاين c وكوزاين c لما اعمل direct substitution عشان كده الموضوع سهل فانا بحط الرول والsubstitution على طول مفيش اصلا صعوبة في ان انا اعمل direct substitution في الرول ولكن بنحط الاجابة الاخيرة هتبقى كده طيب حاجة زيادة لو حبيت في نفس الاجزامبل اجيب smallest angle smallest angle هتبقى angle ايه يبقى adi cos ايه اللي يا smallest angle فرصة لبناتي وولادي الطلبة والطالبات يتمرنوا من ان احنا نقرى المسألة ونحلها لوحدنا ونطابق الاجابات بتاعتنا على الاجابات اللي انا جاب اجزامبل 2 inter angle a b c a equals 12 سنتيمتر b 8 سنتيمتر measure of angle c equals 42 find c ارجو نكون لسه متذكرين c small و a small و b small بجيبهم ازاي انا هحاول نتذكر سواء انا وانتو لحبيت اجيب c بعد c في ايه a يعني ازا c square equals a square بعد ال a b يبقى ازا c square equals a square plus b square minus ال two sides اللي هو after equal اللي هي right hand side ال a وال b بيرجع تاني نعمل لهم multiplication cosine الانجل اللي هي c دي طريقة حفزنا للرول ومرة مع التانية مع التالتة خلاص بطالب حيلاقي ده كله ثابت في دماغه طبعا ال a 12 يبقى a square 144 b equals 8 يبقى الناتج ال square بتاعها 64 والproduct ده الكالكوليتر اللي بيعملو مش احنا c square ده هتطلع بالرقم ده ولما اخد ال square root بتاعها حلاقي ان c small بتساوي 8.08 سنتيميتر application يعني نفس الاسلوب مع اختلاف او نفس الفكرة مع اختلاف الارقام inter angle a b c مديلك a small و c small و measure of angle b وطالب b small يبقى حنحط بقى الرول على طول مرة واحدة عملية مش محتاجة اكتر من ان احط الرول واعمل direct substitution عشان كده المسائل دي سهلة ومباشرة b small هتطلع انا بحط الاجابات النهائية والخطوات عشان الطالب يراجع معانا لما يحل لوحده ان شاء الله enter angle ده example 3 enter angle a b c مديلك a small و b small و c small وبعدين find the radius length of its circumcircle اه ممكن دي يكون فيها فكرة الار اللي هي الradius ودي بقى فكرة جديدة يبقى الاجزامبل ده اختلف عن اللي قابله one و two في ان فيه بقى radius of the circumcircle ده ده مطلوب ان انا اجيبه في المسألة دي طب حابده ازاي لما تلاقي three sides ما فيش قدامك اللي نشتغل بالكوزاين هو ده الرول اللي بيتحط فيه three sides ازا انا جبتلك انجل اي جبت الكوزاين بتاعها الاول كوزاين اي طلع بthree over five لما نرسم الright انجل ترى انجل يبقى sine على طول بfour over five sine اي equals four over five في الحالة دي احنا عندنا rule sine rule بيقول اي over sine اي equals two r يعني اقدر اقول لي اي اللي هي 13 اعمل dyric substitution هنا اي ب13 over sine اي اللي هي four over five اهي equals two r الحزبة دي اقدر احسبها بالكالكوليتر واعمل divide two اجيب الر على طول ودي قيمة الر نلاحظ ان انا دايما بحب كل اجزامبل بيبقى بفكرة جديدة فتعالوا نشوف فكرة اجزامبل فور وتوقعوا انها تكون فكرة جديدة a b c d is a quadrilateral in which a b 3 cm ده انا بقى هنوفر في الوقت كتير قوي نقرأ ونرسل في نفس الوقت a b 3 cm وانا عرفت ان quadrilateral يبقى يلا بينا سوا ادي a b 3 cm b c 7 cm رسمنا b c 7 cm c d 5 cm وبعدين d a ما تدنيش اللانث بتاعه لكن قال لي ان two diagonals of length of equal length which is 8 cm يبقى b d 8 cm و a c 8 cm وادى الاتنين اترسموا قدامنا طب ايه اللي طلبوا مني بقى prove that a b c d is a cyclic quadrilateral كويس جدا من الحلقة اللي فاتت وانا بقول انه الرولز اللي اخدناها في كل المراحل السابقة هامة جدا جدا وفي عندنا سؤال من النوع الاسئلة التراكمية بيجيب لي من الحاجات اللي فاتت عشان يختبرني انا فعلا الماثماتيك سابت في ذهني بكل الرولز اللي درستها دي مسألة من النوع ده لان cyclic quadrilateral ده احنا اخدناه في الجومتري في السنين اللي فاتت طب ايه شروطه لما يتوصل التو دياجونالز يبقى انا على طول افكر في two angles on the same base يكونوا ايكوال الماجر اول ما تلاقي التو دياجونالز متوصلين طب احنا لسه واخدين الكوزاين رول بنعرف ما دي طريقة التفكير هفكر كده انه لو في ترايانجل عندي ثري لينس of its sides يبقى قدر اجيب اي انجل في الترايانجل ده طب ما احنا عندنا ABC قدامنا اهو السايدز بتاعته ثري و7 و8 اهو وقدر اجيب انجل بقى B A C قدر اجيب انجل B A C بسهولة بتطبيق الكوزاين رول على طول مباشرة في نفس الوقت قدر اجيب انجل measure of انجل B D C عن طريق ان اجيب كوزاين لتو انجل دول يلا نطبق لو قلت انت رانجل ABC ABC كوزاين B A C Equals على فكرة احب بقى ان انا يبقى تطبيق الكوزاين رول مش بطريقة الحفظ والالوان وبس لا بالمعاني بتاع كل صيد احنا بنتكلم على B A C يبقى 2 صيد دول اللي هما غير الابزت ده هيبقى بالمينس في الاخر يعني اقدر اقول 3 سكوار بلاس 8 سكوار مينس 7 سكوار وتحت يبقى 2 times 3 times 8 ده تطبيق مباشر لكن انا اذا كنت بحاول افاهم الطالب ده شيء يساعدك انما مسئوليتك ان انت تحفظ الروتز انا بساعدك بقى ان انت تحفظها عن طريق الفهم ده اللي يخلي المعلومة تثبت في الزاكرة وما اتهش منك في اي لحظة طب ما نحسب دي بالكالكوليتر طلعت O.5 اجيب الانجل التانية اللي هي BDC عن طريق الكوزاين برضو بنفس الاسلوب خليلي ال7 ده هيبقى في المينس يبقى اذا 8 سكوار بلاس 5 سكوار مينس 7 سكوار اهو ده النيومينتور والدينومينتور الاثنين سايدز الاولانيين قبل المينس الله ده طلع كمان بO.5 يبقى معنى كده ان احنا وصلنا الى ان كوزاين انجل BAC equals كوزاين انجل BDC لما الكوزاين يساوي الكوزاين اذا measure of انجل BAC equals measure of انجل BDC حورها لك عن رسم هم دول التو انجلز طب هم دول بقى on the same base اللي هي BC وon the same side يبقى معناها ان ال shape ABCD is a quadrilateral cyclic quadrilateral وهو ده اللي كان مطلوب طيب نشوف example 5 inter angle ABC measure of angle C equals 30 فكرة جديدة وجميلة 30 degrees its area equals 192 centimeters square وبعدين اداني بقى A over B equals 3 over 4 هل اقدر اقول انه طالما A over B equals 3 over 4 ان A بتساوي 3 B تساوي 4 نقدر طبعا لا لان دي ratio ومعنى ratio مش معناها ان A تساوي 3 والB تساوي 4 ده دي الفاينل او simplest form طبع عشان ارجحها بقى للform الاساسي احط اي symbol فوق وتحت زي بعضها زي مثلا 3 3 x 4 x ساعتها اقدر اقول ان A equals 3 x ال b equals 4 x هنبدأ من هنا هو عايز البرمتر يعني عايز 3 sides انا ابدأ اركزنا مع دول A over B equals 3 over 4 ابدأ كده let A equals 3 x and b equals 4 x في الحالة دي the area of triangle ABC equals half the product of any two sides sign the included angle خدناها قبل كده الحلقة اللي فاتت الhalf time is A انا موجود عندي A ب 3 x time is b موجودة 4 x sign c يعني sign 30 يبقى ادي area of triangle اقدر اشيلها بقى اشيل وحط بداله 192 اللي هي الاريا بي ساوي طبعا sign 30 به half وفيه هنا half يروحوا مع الفور فضل الناتج ده اقدر اجيب x square 192 divided 3 x square equals 64 يبقى x بتساوي 8 حباي بx equals 8 يبقى انت وصلت ل 2 sides a و b اللي انا من الاول فرضهم ب 3 x و 4 x يعني a small تبقى بتساوي 3 times 8 يعني 24 و b small 4 times 8 يعني 32 وفي الحالة دي اقدر اجيب c بقى ما هنا دلوقتي c small اقدر اجيبها ليه عندي a will b small وعندي angle between اللي هي included angle يبقى على طول اقدر اطبق c square equals a square plus b squared minus 2 a b cosine c طلع الرقم ده ومن هنا اخذ square root طبعا كده البرمتر سهل جدا لان حاجم a plus b plus c البرمتر هيتطلع 72.4 اجزامبل 6 طالب المتميز يستمتع معايا بالإجزامبل ده وبقيت الطلبة هيستمتعه برضو فكرة جديدة if the area of the angle a b c is 100 root 3 الاريا موجودة a b a b دي يعني c small ومجر angle b find the length of the perimeter of the angle برضو زي الاريا اللي فات في فكرة انه طالب البرمتر يعني عايز a و b و c طب تعالوا نشوف هنبدأ ازاي the area of the angle equals half a c sine b انا انا بدأت بدا عشان عندي angle b ازان البداية انا بحدد الاريا دي كمان ما هي three forms ممكن half the product of any two sides times sine included angle يبقى ممكن الطالب يحط a c sine b وانا اخترت ده ممكن طالب تاني يقول a b sine c ممكن وهكذا ثلاث صور الاريا of any triangle انا اخترت الصورة دي عشان عندي sine b موجودة الانجل b اقدر اجيب طب هشيل الاريا زي المسألة اللي فاتت وعمل substitution يعني احط 100 root three اهي half a هو الوحيد اللي مش معروف في الéquوشن اللي فوق دي اما c معروفة ب 16 وال b angle b موجودة 60 من هنا اقدر اجيب ال a ال a هتساوي all left hand side divided كل الفاكتورز المضروبة في a دي يعني 100 root three فوق وتحت half time 16 sine 60 هتطلع 25 اذا جيبنا ال a 25 اقدر اجيب ال b small ليه بقى c موجودة و a انا لسه جايبها و angle b موجودة طب نكمل بعد ما اجيب b square اجيب ال b بال square root واقول ال perimetre a plus b plus c فاضل ان انا املالكم الاجابات دي طبعا هنا الاجابة هتبقى كده اخذ ال square root بتاعها تطلع 21 point 93 بعد ما اجيبت ال b وال a وال c موجودة اعمل plus بس للتلات نتائج هتطلع النتيجة النهائية للبرمتر 62 point 93 سنتيمتر كده ال coxion rule اقدر اقول انه خد حقه من المسائل وال examples اضافة الى لما اقول homework يبقى الطالب والطالبة اللي مهتم فعلا انه يستفيد مننا ودي امنية لناس كتير قوي نفسهم ان الطالب يعتمد على الدولة اللي بتقدم لك خدمة مجانية من خلال برامج التعليمية وان شاء الله في المدرسة كمان باذن الله انا لما بديلك ال homework ممكن اختار لك مسألة او اتنين من هنا نحلهم كمان فتعال نشوف كده لو ركزنا عملنا فوكس على وان عشان فكرة الكوادر دي لذيذة وبيبقى فيها شغل لو حبينا نحل المسألة دي هحللكوا دي من ال homework اللي عليكم طبعا المسألة نفسها اهي a b c d is a quadrilateral in which a b 3 ده زي اللي فات بس نرسم بقى a b equal 3 cm وبعدين b c equal c d equal 5 cm b c 5 و c d كمان 5 cm ودي a 8 في اختلاف طبعا ما جبناش سري ال day جونالز خالص هنا measure of angle a b c 120 find the surface area of a b c d هو quadrilateral لكن مختلف تماما عن المسألة اللي فاتت اللي كان فيها quadrilateral طيب انا علشان اجيبي ال area of تعالوا نفكر سوا نحط الفكرة وبعدين نبدأ ننفذ عشان اجيبي ال area of quadrilateral عندي كزا طريقة من ضمنهم ان انا اقسم الكوادrilateral الى 2 triangles اذا كان عندي هنا كده 3 cm وهنا 5 cm وangle b موجودة ب 120 طب ايه اللي ناقصنا ما احنا دلوقتي نقدر نجيبي ال area of triangle a b c يعني لو وصلت انا ال a c وقلتلك inter triangle a b c ده نقدر اجيب ال area قوي half 3 times 5 times 120 120 لكن انا عرفت خلاص هجيبي ال area طب قبل ما اجيب ال area ما نقدر اجيب كمان side a c يلا بينا نجيب a c ده a c ده هيبقى b small لاحظ كده انا ال b اللي هي capital اللي هي ال angle opposite لل b capital في b small اللي بيمثل السايد a c واقدر اجيبه يلا بينا كده نشوف b squared equals c squared plus a squared minus 2 c a cosine b طبعا بال direct substitution كل اللي موجودة هنحطها انت عندك ال c small اذا كانت d angle c بقى c small السايد اللي بيقابلها c small عموما نقدر اجيبه كمان a b اللي تر اللي ناقص من التريانجل هو ده 3 squared plus 5 squared minus 2 times 3 times 5 cosine 120 كده نعمل الحزبة دي طلعت 49 اخذ ال square root بتاعها 7 سنتيمتر اذا عندي ال b small according to triangle a b c طلع ب7 جميل جدا طب ما نقدر اتكلم المرة دي على triangle a d c موجودين يبقى ممكن اجيب angle ولتكن angle d مثلا عشان اجيب الاريا بنفس الاسلوب شايفين جمال الاكزامبل لما اجي اعيده من تاني احس ان انا قدام قصة story في حكاية ورا المسألة اول حاجة عندنا برغم ان موجود a b و b c والانجل يعني موجود الاريا بتاع ترانجل a b c انما اجلت ده وجبتلك ال side b small عشان اخده واخش في الترانجل التاني اللي هو a d c لما نلاقي في a d c three sides موجودين اقدر اجيب اي angle هحسب angle d يلا بينا يعني اقدر اقول inter angle d a c نشوف كده اه ده انا عايز اشوف الخطوة دي تاني لا نشوف ها تاني b small هنركز عليها نركز على b small ملاش لازم عندي خلاص انا جبتها ب7 سنتيمتر لكن انا ال 7 ده هستخدمه هنا angle d capital opposite لها d small اللي هو معروف انه 7 طب لو حبيت بقى تجيب cosine المرة ده انا هجيب cosine d هيبقى 8 squared لجعتلك قصة الالوان تاني plus 5 squared احمر plus اسود minus ال opposite اللي هو الازرق على 2 c a ارقام نحط لانسز من المسألة نفسها نحسب الناتج 0.5 cosine d 0.5 shift cosine اجيب لك measure angle d measure of angle d equal cosine تتبور negative 1 معناها shift cosine 0.5 هتطلع 60 بس احنا كده عندنا كل المعلومات اللي تخليني اجيب the area of this quadrilateral two triangles اول واحد فيهم كنا عارفينه من الاول قادر اجيب الarea من الاول لكن انا اجلت ده عشان في الاخر وده تنصيق وترتيب للحل وطريقة الحل ان مع ان اعرف اجيب الarea في الاول لكن اي اللي خلان اجيبها في الاول وبعدين ارجع استخدمها بعدين ما انا اقدر اجيب the two areas مع بعضيهم لل two triangles عشان كده اجلت شوية لحد ما اجيب angle d وبصوا بقى كتابة الangle d اللي هي ب60 هيا حطيتها على الرسم يبقى the area of quadrilateral a b c d half times انا بجيب the area of triangle a b c يبقى half times 3 times 5 sine 120 plus area of a d c تبقى half times 8 times 5 sine 60 والاجابة الاخيرة هتطلع بالشكل ده عايز ارجع تاني للهومورك اللي احنا كنا اخدنا من 1 ل 7 وهنا من 8 to 13 بقيت الهومورك يعني عندنا 13 مسألة انا حلت منهم number 1 برجاء انه اي طالب عايز يحس انه هو اتقن الكوزاين رول او قبل كده لما دتلكم مسائل مماثلة في الساين رول حل المسائل بتاعتنا بعد ما تكون فهمت ال examples بتاعتنا وبإذن الله بإذن الله نتحدى انك تحتاج لأي مصدر اخر ان شاء الله تعالوا بقى نرجع تاني ل examples تانية او احنا خلصنا الكوزاين رول كمان دي بشرة كويسة يبقى احنا اخد موضوع قصير وجميل ولذيذ جدا وحلوت انه هو يعتبر على الساين والكوزاين اما اقول يعني حل المثلث انت في الحالة دي مش هتجيب محددة انت هتجيب كل اللي ناقص يعني ايه كل ناقص لو سألت هاو ميني المنت ده تريانجل كونسيس اوف التريانجل بيتكون من كام المنت ستة ثري انجل ثري ساينز دايما في الدرس بتاع سليوشن اوف تريانجل بنسبة كبيرة جدا حديلك ثري المنت واطلب التلاتة التانية طب تعالوا نشوف المسائل والافكار كده اكزامبل وان صولف تريانجل اما تسمع كلمة صولف يبقى مش هتجيب ايه الوحدة وبيه الوحدة هتجيب كل اللي ناقص ولذلك عد اللي ادهولك انجل ايه موجودة انجل بي موجودة وبي سمول اذا تو انجلز موجودين اجيب الانجل التالت على طول يبقى مجر اف انجل سي اللي هي الانجل اللي ناقصة هتساوي وان ايتي مينوس الصم بتاع التو جيفن انجلز يطلع للانجل اللي كانت مش موجودة اللي هي انجل سي طيب انا جبتي سي يا ترى انه رول انسب بقى طالما عندك سري انجلز وصيد يبقى الصين رول على طول طيب نعوض يعني نعوض يعني نشيل كل صيد او كل انجل موجودين ونحط بدله دايما في الصين رول وده يعتبر انا براجع كده بقى في الدرس ده على الصين رول اهو في رشيو بتكون معروف النيوميناتر والديوميناتر بتاعها هي دي الرشيو الاساسية اللي بستخدمها في الكروس مرتين يعني عايز اجيب ايه بص كده لو حبيت اجيب ايه هعمل كروس تبقى 54.68 times sign 102 degrees and 24 minutes divided الناتج اللي هو الصين التاني طيب ولما اجي اجيب السي طبعا الناتج هتبقى كده لو حبيت اجيب السي هتبقى بالشكل ده ودي الاجوبة النهائية اللي عندنا اذا انا جبت في اول حاجة عندي انجل ايه وبي موجودين جبتلك انجل سي وعندي بي سمول موجود جبنا ايه وسي يعني جبنا الثري ميست elements التلاتة عناصر اللي ما كانوش موجودين في المسألة احنا جبناهم الحمد لله اجزامبل تو solve تريانجل اي بي سي ايف a small موجودة b small موجودة وماجر of angle c موجودة ده عكس اللي فات اللي فات كان two angles وside هنا two sides وangle لاحظ في النهاية ان شاء الله سواء تمكننا من ده الحلقة دي او الحلقة اللي جاي هعمل لها classification ازاي الكيسز اللي بنحل بيها التريانجل ولو انها ممكن تبقى مش ضرورية للطالب اللي هضم كويس استوعب كويس السين والكوزين rules وبياخد اي مسألة solution of triangle على انها تطبيق لسين rule او كوزين rule مش حيبا محتاج اللي انا هعمله التصنيف اللي هعمله طبعا انا دلوقتي طالما عندي two sides وangle يبقى ابدأ اجيب c small على طول a squared plus b squared minus 2 ab cosine c اعمل direct substitution c squared كده يبقى اخد square root تبقى c بالشكل ده انا كده جبت ايه جبت element طب كويس a over sine a equals يبقى طبقت الكوزين وحرجع اطبق السين ليه بقى انا عندي a over sine a بتساوي b over sine b بتساوي c over sine c وفي رشو هتبقى معروفة رشو معروفة اذا ده في حاجة جميلة جدا هنا انه مش لازم يكون two angles وside عشان اطبق السين rule عايز نتماعن شوية في المسألة هو غالبا كنا دايما بيبقى في السين rule two angles وside فانا كنت بجيب الانجل التالتة وحط السين rule المرة دي بصوا بقى فيه two sides وانجل فانا جبت السيد التالت وهحط السين rule بالcross multiplication اقدر اجيب سين ايه بيساوي على فكرة وانا بفضل انا ما عرفش انتو رأيكو ايه تفضلوا ايه انا جبت دلوقتي انجل موجودة هي اللي هي انجل ايه وعندي انجل سي موجودة يا ترى احسب انجل بي اللي هي اللي نقصة بالاسلوب بتاع السين rule والتو انجل ومن معلوماتي السابقة عندي سام اف انجل اف اف تريانجل 180 يبقى اعمل 180 مينوس التوتل دي لها ميزة ودي لها ميزة هنا انت بتستخدم معلومات سابقة عشان تسهل الحل وازا حبيت تجيب sign b equals بالcross multiplication انت بتتضرب وبتعمل practice على الرول اللي احنا لسا واخدينه كده احنا جبنا three missed elements اللي كانوا نقصين في الاكزامبل ده طيب عندي لما اقول homework يبقى معناها انه انا وصلت بيك الى الافكار اللي فعلا ان شاء الله لو درستها كويس استوعبتها كويس هتقدر جدا 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 تغطي الدرس ده طب نشوف مسألة زي ما احنا تعودنا مسألة من homework نحل major طب نروح لها اجابتها النهائية موجودة قدامنا هو بيقول لي measure of angle A equals 40 measure of angle C equals 35 the radius of its circumcircle equals 6 سنتيمتر وهو بيقول solve عايزنا نحل المسألة دي كم element ادهم لي measure of angle A موجودة measure of angle C موجودة ده معنى كده لما A و C موجودين انا اقدر اجيب measure of angle B طب تعالوا نشوف كده 100 دي measure of angle B هتطلع 105 طيب اذا كان عندي angle B 105 5 اقدر احط دول A over sine A equals B over sine B equals C over sine C equals 2R طيب 2R دي ما هو ده اللي بيتكلم عليه مديني ان ال R بتساوي 6 اذا اقدر اشيل ال 2R وحط بدلها 12 يبقى في الحالة دي A over sine A equals B over sine B equals C over sine C equals 12 طب ما من هنا اي cross multiplication انا اجيب الصيد اللي نقص على طول اذا لو انت عايز A هقدر اجيبها معايا كده A equal sine 40 times 12 طيب B equal sine 105 times 12 C sine 35 times 12 ننفذ A equals 12 sine 40 لما نطبق 12 sine 40 بالكالكوليتر بتاعنا هتطلع الاجابة كده 7.7 هي فعلا الاجابة الاولى طب الB حقول sine 105 times 12 and B small equals 12 sine 105 equals 11 point 6 سنتيمتر هي الاجابة التانية لما حب اجيب C small equals 12 sine 35 ومعنا كده فعلا بالكالكوليتر هنحسبها 6.9 احنا كده احنا كده انهينا الصين رول الحلقة اللي فاتت الحلقة دي الكوزاين رول والسيليوشان اوف تريانجل وانا في الوقت اللي باقي في الحلقة حرج على الهومورك اللي احنا حلينا منه مسألة نشوف افكار اخرى لكن دقيقة اتنين بالكتير احب اكلم بناتي وولادي طلبة تانية ثانوي اللي هما ان شاء الله السنة القادمة السنة المصيرية اللي بنحب نخليها بدون ضغوط بدون ضغوط يبقى خليك معانا البرامج التعليمية بتقدم لك فرصة فرصة كبيرة جدا بس استغلها استفيد منها ركز معانا انا كنت بقول حوصف انا قلت في اخر الحلقة ان شاء الله اذا تبقى وقت حوصف لبناتي وولادي اللي انا هقوله ده بسيط وفي ناس بتنفزوا من نفسها لكن يمكن في ناس محتاجالوا باي طريقة انا بحط نفسي مكانك بحط نفسي مكانك باي طريقة نسجل الحلقة ما امكانش لحاجة احنا عايزين نشوف احنا بنستخدم التكنولوجيا في انه نوفر لك الوقت انت كمان استفيد بقى من ده في وقت قصير عدد محدود من الساعات اوعد انه هخلص منهج تانية سنوي ان شاء الله طب انت العدد من الساعات ده هيبقى عندك ازاي يتسجل الحلقات تقدر تتحكم في الرتم في سرعة الاداء تقدر توقف وتجري وتطلع لأول الحلقة وترجع لآخر الدرس كل ده في ايدك طب ما كانش باقترح ممكن اي سايبر وحتلاقي الحلقات دي ان شاء الله على اليوتيوب وحتلاقيها موجودة على موقع البرامج التعليمية وبالتالي لو قعدت نص ساعة ساعة مش ممكن ده هيكون بتكلفة برايفت ليسهم مش هيكون بتكلفة دروس خصية ابدا تقدر تراجع معانا من على اليوتيوب مستقبلا ان شاء الله وقريب اوي حيبقى الحلقات دي بي دي اف تقدر اوي في اي سايبر تطبعها هتلاقي مبلغ بسيط جدا معاك البوكلت او اللي تقدر تسميه مذكرة اذا مش احنا بننافس باذن الله باذن الله مفيش مدرس خصوصي هيعرف في نفسنا طالما الاخلاص موجود بنستخدم التكنولوجيا بنفيد الطالب بروح وحماس ان احنا عايزين نبعده عن الداء ده اللي اسمه الدروس الخصية هنرجع مع بعض ياولادي وبناتي ان شاء الله بكل الحب كده والترحب بيكم ونقرأ الخمس مسائل دول واذا عندنا هنرجع تاني اللي فاتت الاولاني خالص solve triangle ABCF اما يقول مجر اف انجل اي موجودة اه ده بقى اللي الحمد الله عندنا دقايق نقدر نشوف الكلاسيفيكيشن اللي كنت بقى وعد بيه اول حاجة مجر اف انجل اي موجودة مجر والاجابات موجودة وقتنا خلص وان شاء الله الحلقات القادمة تكون ممتعة اكتر نفسي يكون عنوان دلوسنا let's enjoy math استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته